سقوط أحد الزعماء العرب في ثورة شعبية كما جرى في تونس واحد من الأحداث التاريخية كما وصفه أمين عام الجامع العربية عمرو موسى طبعا الأحداث خطيرة وتطور له أبعاده التاريخية وإحنا في إطار انتهاء عهد وبداية عهد آخر في تونس طبعا أول شيء يتبادل إلى البهن هو أن نقدم التعازي لأهالي الضحايا والناس اللي سقطوا في المظاهرات اللي جرت خلال الأيام الماضية وده طبعا شيء مؤسف ومؤلم لنا جميعا أن نرى هؤلاء الضحايا يسقطون بالشكل ده نمرة اتنين إحنا يجب نتطلع إلى الأمام إلى المستقبل فالمنطقة العربية لم تشهد في العقود الثلاثة الماضية ما شهدته تونس في شهر واحد حيث اتسعت الاحتجاجات الاجتماعية التي تطالب بتوفير فرص عمل لآلاف من العاطلين وقادت التونسيين لكسر حاجز الخوف المتراكم منذ أكثر من عشرين عاما الحال في تونس لا يختلف عنه في الكثير من الدول العربية والتمسك بالسلطة سمة النظم العربية ملكيات كانت أو جمهوريات أو حتى مشيخات والديمقراطيات العربية تشبه ديمقراطية تونس والوضع الاقتصادي بتراجع والبطالة هي مستقبل آلاف من خريجي الجامعات كما تنقل تقارير صندوق النقد الدولي والفجوة تتسع بين الفقراء والأغنياء في هذه الدول ولعل الكثيرين ممن تابعوا أحداث تونس وما آل إليه مستقبل النظام هناك يتساءلون هل فهم حكام المنطقة العربية المتشبثين بالسلطة الدرس؟ وهل عرف الشارع العربي الوسيلة؟ الشارع الذي خرج في الكثير من العواصم العربية احتفالا بالنصر الذي حققه الشعب التونسي يبدو أنه فهم الدرس وعرف الطريقة ثورة في الشارع وهروب في الليل لرأس السلطة المئات من المواطنين الأردنيين احتشدوا أمام السفارة التونسية في عمان ورفعوا شعارات تدعو لانتقال هذه الثورة إلى باقي الدول العربية وحذروا الحكام العرب بأن مستقبلهم سيكون كحال الرئيس المخلوع زين العابدين النظام العربي كأنه أخذ على حين غره ولسان حاله يقول هل ما جرى في تونس حقيقة؟ أم هو فيلم أمريكي من إنتاج هوليودي؟ لكن الحقيقة التي يشهد بها الكثيرين أن الحليف لفرنسا والصديق لأمريكا قد رحل عن السلطة في الظلام ترجمة نانسي قنقر